بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلبة الفيزياء الدرية والجزائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنبدأ بالدرس الجديد اللي هو عبارة عن الصوليد المواد الصلبة سندرس حالة الإلكترونات في هذه المواد الصلبة فنحن نعلم بأنه في حالة الصلبة بعض الإلكترونات اللي هي نعرفها معرفة جيدة أعتقد اللي هي عبارة عن اللي هي إلكترونات التكافؤ وهي عبارة عن اللي هي الإلكترونات اللي تكون بعيدة جدا عن النواة اللي هي في الغلاف الخارجي للذرة هذه الإلكترونات تكون منفصلة عن الذرة detached and room around throughout the material فهي منفصلة تقريباً عن الذرة غير مرتبطة بالذرات وهي تسبح روم تسبح خلال المادة الصلبة فنحن نعرف كما في مادة مثلاً الحديد في عندها عبارة عن valence electrons مادة الألمنيوم على فرض مادة الألمنيوم في عندها ثلاث إلكترونات عبارة عن إلكترونات تكافؤ هذه الإلكترونات تسبح خلال المادة بشكل تقريباً حر غير مرتبط بالذرات الآن هذه الإلكترونات الحرة or valence electrons درست من خلال two models وهذه الموديلز التي درست بها عبارة عن موديلات عبارة عن موديلات ابتدائية موديلات ابتدائية two primary models هنا لازم تكون فيه as to study the valence electrons to study the valence electrons two models تصطبي the valence electrons أول موديل من هذه الموديلات وهو عبارة عن summer field model of the electron gas اللي هو غاز الإلكترونات سمي غاز الإلكترونات لأنه يصبح بشكل حر في المادة يصبح بشكل حر في المادة فهذا الموديل سميه summer field لأنه العالم الذي قام بدراستي أعتقد أنه العالم summer field في هذا الموديل all forces جميع القوة that act on the valence electrons were ignored except the confining boundaries كل القوة التي تؤثر في هذه الإلكترونات مهملة مهملة سواء القوة المتبادلة بين الإلكترونات والأنوية وقلنا هذه القوة معدومة جدا صحيح هنا موجودة لكن موجودة بضعيفة جدا فهي مهملة أيضا القوة المتبادلة بين الإلكترونات وهي قوة تنافر بين الإلكترونات التي هي الإلكترونات التكافأة أو الإلكترونات الحرة هناك قوة تنافر ففي هذه الحالة نحن أهملنا قوة تنافر بين الإلكترونات أيضا فجميع القوة التي تؤثر على الـ valence electrons مهملة مهملة هنا كمان في عنا أنا أسف مرات إلا إلا يكون في خطأ طبعا فجميع جميع القوة التي تؤثر في هذه الإلكترونات مهملة أيضا النقطة الثانية treat the valence electrons as a free particle بدنا نتعامل مع هذه الـ free electrons بما أنه بدنا نهمل قوة التنافر ما بينها بدنا نتعامل على أساس أنها free particles three particles وين موجودة موجودة inside free particles inside three dimensional potential world هنا inside inside three dimensional potential world الآن النظرية الأخرى التي سنتعرض لها وسندرسها اللي هي block model block model اللي هي model block which introduce a periodic potential ورائل نتعرف عليها بوقتها ما بد نتحدث عنها كثير في هذه الحالة الأنوية الأنوية تكون داخل المادة الصلبة موزعة بانتظام بانتظام فهي تمثل potential وهذا potential period يتكرر 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 كل مسافة معينة ورح ندرسها إن شاء الله بانتظام 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 احنا في هذا الحالة ايضا رايحين نحمل التنافر بين الالكترون خلينا اعدل فقط الله محمد أول موديل اللي هو عبارة عن سامرفيل موديل وهو عبارة عن free electron gaz اللي هو غاز الإلكترونات الحرة غاز الإلكترونات الحرة رايحين ندرسه كما درسنا سابقا اللي هو يعرف بالشكل التالي اللي هي عبارة VXYZ تساوي صفر هذا يساوي صفر إذا كان الإلكترون أو الجسيم اللي بنتعامل معه محصور بين الصفر على X axis طبعا محصور بين الصفر والLX ومحصور بين الصفر والLY على Y axis وعلى Z axis محصور بين الصفر والLZ احنا اخذناها سابقا في الQuantum 1 اللي متطلب سابق لهذه المادة اخذناها في One Dimensional اللي يكون عبارة عن المحصور على X axis بين 0 and A هنا بدلنا وضعناها LX and Infinite Other Wild وفي خارج هذا الصندوق راح يكون المحصور بمعنى آخر انه هذه الإلكترون تواهد الجسيم لا تستطيع الخروج من هذا الصندوق راح نتعرف على هذا الصندوق المعادلة التي تصف هذا النظام احنا نعرف معادلة شرودينجرا هي عبارة عن minus H bar تربيع اخذناها سابقا over 2M دل تربيع والدل تربيع اللي هي عبارة عن partial تربيع over partial X تربيع partial تربيع over partial Y تربيع partial تربيع over partial Z تربيع في carthesan three dimensional direction تساوي في النهاية E total في psi طبعا وين راحت V V تساوي 0 V راح تساوي 0 فلذلك هنا زائد V في psi V تساوي 0 فلذلك راحت هنا نبقي عن فقط اللي هي عبارة عن اللهم صلى لمحمد عبارة عن kinetic energy فقط عبارة عن kinetic energy فقط الآن لاحظوا يا جماع إذا كانت V تساوي infinite لا وجود لل psi psi غير موجودة في الجهد الذي يساوي infinite ليش لأن الجسيمة لا يمكن أنها تخرج من هذا البئر وتذهب إلى الجهد المال نهاية لا يمكن أن تعيش هناك فلذلك التي تصف الجسيمة في outside the will تساوي 0 لأن بالأصل الجسيمة لا يمكن أن تعيش هناك ولا يمكن أن توجد في تلك المنطقة فلذلك فقط نحن نتحدث عن المنطقة ما داخل بئر الجهد الثلاثي الآن يا جماعة أضربوا ب2M على H بار تربيع طبعا بالسالب فراح تطلع عنا هنا ناقص 2M E over H بار تربيع وهذا المقدار بدأ أسميه K تربيع بدأ أسميه K تربيع طبعا بالسالب إشارة السالب أخذتها حيث أن K تساوي جذر 2M E over H بار 2M E over H بار ليش ما شملنا مع هالسالب ليش ما حكينا أنه سالب 2M E 2M E تحت الجذر على H بار لأننا نتحدث عن Free Particles والFree Particles سمتلك كما ذكرنا هنا Kinetic Energy بما أنها تمتلك Kinetic Energy فإن طاقتها موجبة طاقتها الكلية موجبة فلذلك إذا دخلنا هنا السالب راح تطلع عنا Imaginary Imaginary Number رقم تخير فلذلك هنا إحنا حابين نحصل على الكي بحيث تكون الكي أكبر من صفر أكبر من صفر كنا نذكرها في Quantum Mechanics 1 فلذلك هنا استثنينا السالب وأخذنا السالب وأخذنا في الخارج فأصبحت ناقص كي تربيع في بصاي إذن تذكروا هذا الكي خلينا نتذكر هذا الكي الآن الحل لهذا المعادلة إذا افترضنا أن بصاي تساوي X of X Y of Y Z of Z الآن the last equation become separable هنا في S كمان becomes separable becomes separable اللي هي تصبح عبارة عن قابلة قابلة للفصل قابلة للفصل ليش قابلة للفصل لأنه نرجع خطوة للخلف لأنه إذا عوضنا هنا X Y Z هذه partial derivative وهذه ذكرناها سابقا بس احنا اخذناها spherical coordinates spherical coordinates لذلك لما تاخذ البصاي عبارة عن X Y Z في هذا التيرم هذا التيرم راح يؤثر فقط على X Y Z راح تخرج للخارج هنا X و Z تخرج للخارج يظل Y في الداخل لأنه هاي مشتقة بالنسبة Y وهي partial partial derivative وهنا X و Y في الخارج وال Z في الداخل لأنه راح تكون متأثرا بهذه derivative فلذلك وهنا راح تكون XYZ فإذا قسمنا على XYZ الطرفين هنا XYZ مع XYZ راح هنا Y والZ راح تشو يظل هنا 1 على X وهنا يظل عندي 1 على Y وفي هذا الترم 1 على Z فأصبحت المعادلة مفصولة 1 في X 1 في Y 1 في Z 1 في Z طبعا في هذه الحالة في هذه الحالة أستطيع أني أقول بأن الفرع الأول هنا راح تصبح عبارة عن 1 على X partial تربيع X تصبح تصبح ما في داعي لل partial في هذه الحالة لماذا لأنه أصبح متغير عبارة عن اقتران في متغير 1 فتصبح D X X over DX وهنا 1 على Y D Y على D تربيع Y على DY تربيع زائد 1 على Z D تربيع Z over D Z تربيع تساوي constant التي عبارة عن K تربيع لأن هذه كانت مضروبة في X Y Z لما قسمنا راحة X Y Z Z فالآن أصبحت K تربيع والK تربيع هي عبارة عن constant لذلك حل هذه المعادلة راح يكون الطرف الاول constant الطرف الثالث constant والطرف الثالث constant طبعا راح يكون هذا constant بالسالب لماذا لأن مجموح راح يكون بالاخير سالب K تربيع فلذلك الطرف الاول راح نسمي الكون constant K X تربيع الطرف الثاني راح نسمي اللي هو عبارة عن سالب K Y تربيع والطرف الثالث سالب K Z تربيع ونا احنا ناسين السوالب هنا سالم وهنا ايضا سالم وهنا ايضا سالم وهنا ايضا سالم انا اسف لهذا الخطط الطباعي لكن مرات الواحد لما يكتب الا تخونه بعض الاشارات خاصة لما يكتب على جهاز الكمبيوتر فهنا نعدلها سالب 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 وهنا اشارة سالب اذا يا جماعة طلعت عنا هذه المعادلة اللي هي المعادلة الاولى المعادلة الثانية المعادلة الثالثة ليش لانه الطرف الاول راح يكون ثابت اللي هو ناقص KX تربيع KY تربيع ناقص KZ تربيع وهكذا بحيث ان هنا لازم كتبناها احنا ايضا اللي هي minus KX تربيع ناقص KY تربيع ناقص KZ تربيع تساوي اللي هي عبارة عن ناقص K تربيع اعتقد انه كتبناها في سلايد اخر الان خلينا نشوف حل المعادلة الاولى لاحظوا ان المعادلات هذه متشابهة معادلات متشابهة فاذا حل المعادلة الاولى D تربيع X over DX تربيع تساوي ناقص KX تربيع في X حل هذه المعادلة يا جماعة هو عبارة عن Sine وCosine كما اخذنا سابقا كما اخذنا سابقا فلذلك راح يكون الحل K of X عفوا X of X تساوي A Sine K X of X ذات B Cosine K sub X of X هنا ايضا small K small K small K الآن يا جماعة اذا بدنا بدنا يعني هذا هو حل المعادلة اذا بدنا نوجد A والB اللي هي عبارة عن Normalization Constant لازم نطبق Boundary Conditions في الاول في Boundary Conditions شو تعطي K عفوا X of 0 تساوي 0 X of 0 تساوي 0 يعني عند الحد عند الحد اللي هو عند الصفر لما X تساوي 0 شو لازم تعطي 0 ليش لانه لانه الدلة الموجية يجب ان تقول الى الصفر الى الصفر ليش لانه اذا بدها تخرج الى خارج خارج الاطار المحصور بين الصفر و L X راح تكون potential infinite فلا يمكن ان تعيش الدالة الموجية في الخارج فلذلك فلذلك يجب ان تكون الدالة الموجية عند هذه الحدود اللي هي عند الصفر وعند A اللي هي عبارة عن L X L sub X يجب ان تتلاشى يجب ان تتلاشى وتصبح صفرا ليش لانه في الخارج الدالة الموجية صفر في الخارج الدالة الموجية صفر يعني في الرينج السالب اللي هي من الصفر نحو نحو اليسار اللي هو بالسالب راح تكون الدالة الموجية اللي هي في الخارج صفر من ناحية اليسار والدالة الموجية من ناحية اليمين لل L sub X راح تكون صفر لان الجسيمة غير موجودة فلذلك من اجل ان تكون الدالة الموجية متصلة يجب يجب أن تصبح أو أن تتلاشى الدالة الموجية عند الحدود اللي هي عند الصفر والLX فلذلك الX of 0 عند الحد الأول يجب أن تتلاشى هذه الدالة الموجية وتصبح صفرا فالآن إذا عوضنا راح تطلع هنا ساين الزيرو ساين الزيرو شو تساوي صفر لكن كوساين الزيرو لما نعوض مكان الX زيرو تصبح كوساين الزيرو كوساين الزيرو واحد لكن الدالة الموجية X of 0 تساوي صفر فلذلك صفر تساوي صفر زائد B إذن الB تساوي صفر فإذن خلصنا من الB وعرفنا قيمة الB وتساوي صفر فخلصتنا لما أصبحت تساوي صفر خلصتنا من أحد الحدود طيب عند الحد الثاني الX of L sub X اللي هو الحد الثاني اللي كنا نسميه في Quantum Mechanics 1 سميناه A لازم تساوي صفر لازم تتلاشع عند هذا الحد فالآن A كانت بي زيرو إذا وضعنا الA زيرو أيضا شو تصبح المعادلة هذه تصبح المعادلة X of X تساوي زائد زيرو إذن هذا غير حل هذا حل غير مقبول أن الدالة الموجية تساوي صفر فلذلك الA بما أن الB هاي صفرت لا يمكن أني أصفرها فتصبح الدالة الموجية كلها مصفرة فلذلك بدنا ننظر إلى إشي آخر يصفر هذا الدالة الموجية شو اللي يصفر الدالة الموجية اللي هي عبارة عن الصين K sub X في LX الآن كيف نصفر الصين نصفر الصين إذا كان الارغومنت اللي هو في الداخل يساوي عدد صحيح من البي عدد صحيح من البي فإذن KX L sub X تساوي عدد صحيح من البي اللي هي NX في باي في باي فالآن كصين البي أو كصين 2 باي أو كصين الثلاث باي أو كصين الأربع باي شو راح تساوي راح تساوي صفر طيب ليش ما نأخذ ال N أيضا تساوي تساوي صفر لو أخذنا ال N تساوي صفر يا جماعة لاحظوا من هذه العلاقة أنا أستطيع أن أتطلع الكي أوف اكس الكي أوف اكس شو راح تطلع الكي أوف اكس N sub X الكي X تساوي N sub X في باي على L sub X إذا كانت ال N تساوي صفر فإن ال K sub X تساوي صفر وإحنا قلنا ال K sub X أكبر من صفر ال K بشكل عام ال K أكبر من صفر لأن هنا الطاقة لاحظوا يا جماعة الطاقة لا يمكن أن تساوي صفر في حالة الكوانتوم ميكانيكس يعني مستحيل أنها تكون تساوي صفر مستحيل أنها تصل للصفر فلذلك ال K دائما أكبر من صفر فلذلك لاحظوا يا جماعة هنا ال N لا نأخذ هذا صفر لأنه تصفر ال K sub X فلذلك ال N sub X هي عبارة واحد اثنين ثلاثة وهكذا ال A وهذه موجودة من 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 ال الكوانتوم 1 تساوي هنا في جذر جذر اثنين على L X جذر اثنين على L X فالآن أعتقد أنه يجب أني أغير بعض الأشياء هنا هنا square root this number وهنا في سوالب والله عن السوالب وأيضا دعم خلينا نحفظ سامحوني مرات إلا الأخطاء تطلع مرات الأخطاء ما نلاحظها إلا لما نجي نشتغل نقطة المحاربة خلينا نعدل على السريع سنحتولي من أجل أن تكون الأمور أكثر وضوحا وإذا عدلناها إذن إذن هاي الأي أصبحت الأي هي عبارة عن جذر الثنين على طبعا أنا مش راح أطالبكم بالنورمليزيشن مش راح أطالبكم بالنورمليزيشن لكن لكن أرجو أن تذكروا من مادة 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 كوانتوم الآن 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 الي وكابتال ز راح تكون نفس الحل راح يطلع العبارة عن الحل عبارة عن A سين كي اكس في اكس سين كي اكس في اكس والبي تساوي صفر فلذلك راح يطلع نفس الحل والنورمليزيشن كونستانت راح يطلع جذر اثنين على ال اكس جذر اثنين على ال اكس الآن بما أنه عرفنا الحلول الثلاثة عرفنا الحلول الثلاثة أيضا هنا في عنا خطة قالوا هاي عبارة عن جذر سك و 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 فإذن الحل أصبح بدلالة كوانتوم نمبر اللي هي nx n sub y n sub z اقتران في x y z تساوي اللي هو عبارة عن جذر الثمانية على lx l y l z منين اجتهاي من النورمليزيشن كونستانت لأن النورمليزيشن كونستانت لل x لل x of x تساوي 2 على l sub x تحت الجذر و نفس العملية النورمليزيشن لي y تطلع 2 على l sub y تحت الجذر والنورمليزيشن لل z تطلع جذر 2 على l sub z فلما تضرب أن في بعض لأنه احنا افترضنا أنه البصاي هي عبارة عن x y z مضربات في بعض لما تضرب أن في بعض النورمليزيشن كونستانت تضرب في بعض ف2 في 2 في 2 تطلع ثمانية في l x l sub y l sub z تحت الجذر الآن sine n sub x by على l x في x هيبدل الكي الكي أصبحت n sub x by على l x تذكروها من هنا تذكروها يا شباب من هنا الآن نفس العملية sine ky تساوي n sub y by على l sub y وهكذا بالنسبة للz نفس العملية فأصبحت هاي عبارة عن ال wave function الآن ال energy نستطيع أن نستخلصها من خلال من خلال علاقة الكي فال كي يا جماعة هاي هاي عبارة عن الكي تساوي 2 في m في e تحت الجذر على h bar من خلالها ال e شو راح تساوي راح تساوي طبعا هذه الكي شو تساوي لو أخذنا الكي تربيع يفترض أنه كتبنا الكي تربيع خلينا أحاول أكتب لكم هنا الكي تربيع وأنا أحاول أني أيضا أكتبها على pdf فايل إن شاء الله فال الكي تربيع هاي كي تربيع هاي إشارة كي تربيع تساوي كي اكس تربيع زائد كي وي تربيع زائد كي زي تربيع فالآن أصبحت الكي عبارة عن عفوا الكي عبارة عن الكي تربيع عبارة عن كي اكس تربيع زائد كي وي تربيع زائد كي زي تربيع منين إجت هاي لأنه هاي افترضناها ماينس كي اكس تربيع ماينس كي وي تربيع ماينس كي سب زي تربيع تساوي ماينس كي الماينس تروح مع بعضها بعضا فتطلع K تربيع تساوي هذه الأمور الآن يا جماعة K تربيع هنا تساوي 2M E على ايش بار تربيع منها يا جماعة ال E شو تساوي ال E راح تساوي ايش بار في ايش بار تربيع في K تربيع على 2M على 2M بالله يكتبوها عندكم ايش بار تربيع في K تربيع على 2M شو تساوي تساوي الاي لكن الكي تربيع شو تساوي اللي هي كي اكس تربيع كي واي تربيع كي زي تربيع الكي اكس شو تساوي ان صب اكس تربيع باي تربيع على ال اكس تربيع والكي واي نفس العملية تربيع طبعا ان اكس تربيع باي تربيع على ال صب واي تربيع هي ال-N-Y تربيع B-Y تربيع L-Y تربيع وال-K-Z تربيع أيضا تساوي N-Z تربيع B-Y تربيع L-Z تربيع فالآن لحظوا ال-B-Y عامل مشترك ال-B-Y عامل مشترك بينهم لما أجمعهم مع بعض شو يظل لي عندي في الداخل N-X تربيع N-Y تربيع N-Z تربيع X تربيع على L-X تربيع N-Y تربيع على L-Y تربيع N-Z تربيع على L-Z تربيع فتطلع الطاقة عبارة عن أنه هي H-BAR في K تربيع على 2M ال-K تربيع قلنا ال-B-Y عامل مشترك حاولوا اكتبوها عندكم يا شباب اكتبوها عندكم لا أستطيع أن أشتغل كل شيء حرفيا ال-B-Y تربيع من ال-K تربيع هي نفسها ها هي طلعت باي تربيع في لما تحرر ال-K تربيع تطلع عندك N-X تربيع على L-Y صب X تربيع وهكذا نفس التيرمات الثلاث نفس التيرمات الثلاث اللي ذكرناها نسابقا هاي عبارة عن H-BAR تربيع K تربيع على 2M K تربيع على 2M الآن أعتقد العالم سمر فيه شو عمل كما ذكرنا في ال-Quantum 1 يا جماعي كما ذكرنا في ال-Quantum 1 ما هي الكي ما هي الكي الكي هي عبارة عن متجة متجة قيمة هذا المتجة قيمة هذا المتجة تساوي 2Pi على لمدة هاي منين جبناها جبناها من ال-Quantum كومتون افكت كومتون افكت كومتون افكت جبناها من ال-Wave Function ايضا من ال-Wave Function والكومتون افكت بحيث انه الكي هاي سميناها عبارة عن ال-Wave Number ال-Wave Number طيب ما هو المتجة الكي ما هو المتجة الكي متجة الكي اللي هو كي صب اكس بالاتجاه i hat كي صب واي بالاتجاه ج hat كي صب ز بالاتجاه كي hat وتسمى ال-Wave Vector Oral Propagation Vector هذه لل-Wave بالنسبة لل-Wave بالنسبة لل-Wave فالقيمة المطلقة له اللي هي القيمة القياسية له تساوي 2Pi على لمدة لمدة اللي هي الطول الموجي الطول الموجي الان هذه العلاقات من خلال ما يسمى Compton Effect استطاع انه يربط يربط الكي مع الزخم او بمعنى اخر استطاع انه يربط اللمدة مع الزخم فمن Compton Effect من Quantum Money يا جماعة شو ذكرنا ذكرنا بانه الموجات لها زخم لها زخم يجب ان يكون لها زخم او الفوتون يجب ان يكون له زخم والفوتون هو موجة ما هو زخم الفوتون او ما هو زخم الموجة زخم الموجة اللي هو عبارة عن H Other Lambda H Other Lambda بالله يكتبوها عندكم H Other Lambda انا ما كتبت لانه هاي يفترض انه احنا نكون فاهمين ودارسين من Quantum One فالP فالP اللي هو المومنتم والمومنتم طبعا متجه فالقيمة المطلقة للمومنتم هي عبارة عن H اللي هو ثابت بلانك على Lambda H ثابت بلانك على Lambda طيب لو دمجت P كقيمة مطلقة تساوي H ثابت بلانك على Lambda مع هذه العلاقة هاي الواحد على Lambda الواحد على Lambda شو تساوي قيمة K على 2B قيمة K على 2B فبدل الواحد على Lambda ضعوا K على 2B فتطلع H على 2B مضروبة في K H على 2B اللي هي H bar H bar مضبطة للا في K طب لو اخذناها كمتجة تطلع P الزخم كمتجة زخم الموجة كمتجة يساوي H bar في K فاذن لها علاقة بالزخم لها علاقة بالزخم الزخم الخطي طبعا الزخم الخطي فإذا سمر فيل بلش يدرس من ناحية الزخم من ناحية الزخوم فالآن يا جماعة شو حكى سمر حكى هذا الرجل أنه let's move from special space to momentum space وهو يسميه K space وأنا إذا حضرت عندي اللي هي الـ quantum man ذكرنا في الـ quantum man بأنه مرات إحنا نتعامل مع الـ operators في ما يسمى الفضاء المكاني الفضاء المكاني الذي يحدد بالـ X والY والZ عفوا الفضاء المكاني special space special space هذه هي يحدد بالـ X والY والZ or بالR والثيتا وال5 في الإحداثيات الكروية لكنها كلها إحداثيات مكانية فمرات نتعامل مع الـ operators مع معادل شرودينجر في هذه الفضاء بكل سهولة لكن أحيانا تتعقد الأمور تتعقد الأمور فيكون الـ operators في special space معقد نوعا ما حلوله معقدة المعادلات التفاضلية حلولها معقدة فلذلك مرات نضطر أن ننتقل إلى إلى فضاء آخر فضاء آخر غير الفضاء المكاني وهذا الفضاء الآخر يسموه المومنتوم سبيس أو الكي سبيس الكي سبيس من الـ ويف فيكتور الكي سبيس لأن الكي سبيس إلو علاقة الكي إلها علاقة بالمومنتوم فالمومنتوم سبيس أو يسموه الكي سبيس استخدموا العلامات يستدي The Free Gas Theory استخدموا لدراسة نظرية الغاز الحر الآن بما أنه بدنا ننتقل من الـ الـ إلى المومنتوم سبيس كيف بدنا ننتقل Let's draw Three Dimensional K Space طيب ثري ثري دا يميش كي سبيس أو هو فضاء الزخم ثلاث الأبعاد ما هي أبعاد الثلاثة اللي هي الكي اكس بالاتجاه آي هات الكي واي بالاتجاه جي هات الكي زي بالاتجاه الكي هات الآن يا جماعة هذه المحاور الأكسي الأكسي هذه المحاور بدنا نحاول نرسمها in Three Dimensions والسطوح السطوح عند كل نقطة من كي اكس تساوي باي على ال اكس احنا شو حكينا الكي اكس عفوا أنا الرجوع سريعا الكي اكس ذكرنا بأنه عدد صحيح في باي على ال صب اكس فإذن أيضا راح نرسم سطوح وهذا السطوح وين موجودة موجودة عند ال باي ال اكس او اثنين باي ال اكس او ثلاثة باي ال اكس اه طبعا مش او و فالسطوح موجودة عند باي على ال اكس و عند اثنين باي على ال اكس و عند ثلاثة باي على ال اكس أيضا في سطح عند باي على ال واي عند اثنين باي على ال واي وعند ثلاثة على ال واي وهكذا وعندنا سطح عند ال واي على ال زي واثنين باي على ال زي وثلاثة باي على ال زي واسا اعود اضحلكوا اياها فاذا بنا نرسم ال اكسز ال three اكسز ونرسم سطوح عند كل اه كل عقدة او كل حل من حلول ال k اكس فالان لاحظوا هذا عبارة عن ال k سب اكس هذا عبارة عن ال k سب واي هذا الرسمة موجودة نفسها بالكتاب وهي ال k سب زي هذا يسموه فضاء الزخم او فضاء ال k ال propagation wave vector فلذلك هنا لاحظوا هنا من هنا الى هنا هاي عبارة عن ال اكس فاذا هاي عبارة عن ال الطول في ال في المومنتوم سبيس هاي عبارة عن باي على ال اكس هنا اثنين باي على ال اكس هنا ثلاثة ال باي على ال اكس وهكذا هنا على ال واي هاي واحد باي على ال واي 2Bi على الواي 3Bi على الواي 4Bi على الواي وهكذا وهكذا عفوا حتى هنا 1Bi على الواي 2Bi على الواي 3Bi على الواي وهكذا الآن لحظوا يا جماعة هذه السطوح عند كل نقطة هناك سطح فهنا موضح هذا السطح هذا السطح شو كونت كونت بلوك بلوك أو خلية كونت هذا الرسمات عبارة عن بلوك الآن each intersection point represent a distant or one particle stationary state as shown in the following figure فإذن عند كل نقطة تقاطع عند كل نقطة تقاطع تمثل ايش؟ تمثل distant next one particle جسيمة واحدة جسيمة واحدة as shown in the figure هذا هو الفقر هذا هو الفقر هاي هي عبارة عن الجسيمات هاي عبارة عن الجسيمات الموزعة اللي هي النقاط السوداء or مرات نسميها states state state لهذه الجسيمة طيب يا جسيمة الآن since k تساوي n by على l يعني kx تساوي n by على lx ky تساوي n y by في على l y وهكذا وهكذا الآن and and n تساوي 1 2 3 which is larger than 0 وهي أكبر من صفر لاحظوا يا جماع أكبر من صفر فإذن kx أكبر من صفر ky أكبر من صفر kz أكبر من صفر ملاحظين هنا ذكرناهم كلهم هي kx تساوي n sub x في by على lx والn x تساوي 1 2 3 هي أكبر من من الصفر وهكذا بالنسبة k sub y k sub z فالآن يا جماع k هاي أكبر من صفر أكبر من صفر طيب يا جماع فإذن إذا كانت k sub x أكبر من صفر k sub y أكبر من صفر k sub z أكبر من صفر إذا خلنا هذا كفضاء كارتيزي الفضاء الكارتيزي مكون من 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 أربع أربع عفوا ثمن أثمان ثمن أثمان في عنا الثمن الأول هذا هو الثمن الأول الثمن الأول في عنا الثمن الثاني لو أخذناه على امتداد الناقص kx هذا الثمن الثاني الثمن الثالث اللي هو بين محصور بين الماينس k y والماينس k z عفوا الماينس k y والماينس k x والk z وهكذا تخيلوا عبارة عن ثمن أثمان ثمن أثمان لكن يا جماعة بما أن الكيز الموجودة عندي هنا لازم تكون أكبر من واحد لازم تكون أكبر من عفوا أكبر من صفر فلذلك وين الفضاء المسموح لي الفضاء المسموح لي في هذه الحالة في هذه المسألة فقط في الثمن الأول في الثمن الأول الثمن الأول اللي هو يمثل بالموجب k x الموجب k y والموجب k z طيب هل مسموح لي أن أخذ k y قيمة سالبة لا مش مسموح لي مش مسموح تماما مش مسموح لماذا لأنه لازم تكون أكبر من صفر مش مسموح أنها تكون بالسالب فلذلك تخيلوا الكارتيزيان كارتيزيان كارتيزيان three dimensional space كارتيزيان three dimensional space كم في ثمن في عبارة عن ثمن أثمان لو أخذنا التو دايميشن التو دايميشن كم في ربع في أربعة أرباع أربعة أرباع يقسم يقسم الفضاء التو دايميشن إلى أربعة أرباع اللي هي X الموجب Y الموجب X السالب Y الموجب X السالب Y السالب و Y X الموجب Y السالب أربعة أرباع لكن في ثلاث أبعاد راحت تتقسم إلى ثمن أجزاء فإذن فإذن بما أنه هذا القيم أكبر من صفر أكبر من صفر إذا افترضنا أن الفضاء هو فضاء كراوي راح نأخذ فقط الثمن الأول خلينا أستبق الحديث فلو افترضنا هذا الجزء من كرة هذا الجزء من كرة يمثل الثمن الأول من هذه الكرة الثمن الأول من هذه الكرة فإذن فإذن راح تمثل الدالة عفوا راح تعيش هذه الإلكترونات غاز الإلكترونات فقط في الثمن الأول من من كرة الكرة الموجودة في الكي سبيس واحنا نمثلها بشكل كاروي لانه التمثيل الكاروي مرات يكون اسهل من التمثيل الكارتيزي فاذا استطعنا ان نمثل هذه الالكترونات ضمن المومنتوم سبيس او الكي سبيس لماذا؟ لانه بدنا نحسب طاقتها بدنا نحسب بعض الامور الكمية بالنسبة لها وهذه الامور الكمية راح اجلها ان شاء الله للمحاضرة القادمة يطيكوا العافية ودمتم بخير